تستمر ميليشيات الحوثي في قصفها لمأرب الصواريخ الباليستية آخر عمليات القصف أدت إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين الحوثيون قصفوا مأرب بـ 27 صاروخا استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين معرضة حياة أكثر من مليوني مدني لخطر الموت أكثر الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي هي الصواريخ الباليستية من نوع أرض أرض ونوع كاتيوشا إضافة للطائرات المسيرة المفخخة تلك الصواريخ والطائرات المسيرة تؤكد وزارة الدفاع اليمنية أنها إيرانية الصنع يتم تهريبها قطع مجزأة ومفككة عبر البحر إلى اليمن بعد أن تصل مناطق الحوثيين لسيما صنعاء يتم تركيبها بأيدي خبراء صواريخ إما من عناصر جماعة الحوثي أو من الأجانب ممن دربوا في إيران أو على أي ضباط أرسلهم الحرس الثوري الإيراني الصواريخ الباليستية الحوثي إيرانية تكون ذات مدى متوسط زودتها طهران بنظام توجيه دقيق يعتمد على أنظمة إلكترو بصرية ويتم إطلاقها من منصات ثابتة تحت الأرض ومنذ بداية الحرب قصفت تلك الميليشيات مأرب بأكثر من 115 صاروخاً بلستياً و140 صاروخ كتيوشا ما أدى إلى مقتل 255 مدنياً وإصابة 445 آخرين وفق تقريراً لمنظمة السام للحقوق والحريات اشتركوا في القناة